طيب بسم الله الرحمن الرحيم عنزايا طلاب بالصف التاسع اليوم Luxemacji اليوم راح نحكي عنو اللي هو موضوع تشابه المثلثات طيب في الدرس الماضي حكينا عن انه موضوع تشابه تشابه اه بيعتمد على عدد اه عوامل او عناصر اه يعني تطابق او تساوي الزوايا المتناظرة بالاضافة الى ذلك تناسب اطوال اضلاع المتناظرة اه ايضا حكينا انه اه تساوي عدد اضلاع في الاشكال هذه كلها عوامل بتساعد على اه تأكيد حالة التشابه بين المضلعات اليوم راح نحكي بالذات عن المضلع اللي هو المثلث اه ورح نبدأ من خلال في عنا نشاط في الكتاب سبحان 21 اه هذا المثال او هذا النشاط بيقولك ان في عندي الشكلين المجاورين يمثلين يمثلان متلثين قائمة الزاوية عندي هنا في متلث اللي هو الف با جيم قائمة الزاوية في جيم وفي عندي الف فتحة با فتحة جيم فتحة اه قائمة الزاوية في جيم فتحة هل الزوايا السؤال هل الزاوية المتناظرة في الشكلين متساوية في القياس طيب إحنا لو دينا هنا اطلعنا على الزاوية اللي هو الف الزاوية الف والزاوية الف الفتحة الزاوية هاي قياسها ثلاثين هي الف فتحة وهاي الزاوية قياسها الزوايا المتناظرة متطابقة نذهب إلى الزاوية المعرقة الزاوية با فتحة هل الزوايا هذه المتطابقة؟ نعم نذهب إلى الزاوية القائمة هنا هذه زاوية قائمة هذه الزاوية زاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة فأكيد يعني يكونوا من الطابقات طيب بحكي لك هون إذن جواب السؤال الأول هون هذه الزاوية المتناظرة في الشكل المتساوية في القياس إذن هون الجواب تبعنا رح يكون نعم طيب هل تستطيع توصل العلاقة بين أطوال أطلاع المتناظرة بالشكلين باستخدام النسب المتلثية طيب استخدام النسب المتلثية نحن نعرف النسب المتلثية اللي هما جيب ووجهتها وضل الزاوية خلنستخدم مثلا الجيب نستخدم لو النسب المتلثية جيب نأخذ مثلا جيب نأخذ جيب جيب الألف جيب الألف شو يساوي يساوي المقابل المقابل على الوتر طيب إن المقابل المقابل إن في جيب الألف اللي هو باجيم باجيم على طيب باجيم على الوتر اللي هو ألف با ألف با طيب أنا اللي بعرفه إنه إذا كان عندي نسبة في تناسب بين الأضلاع نكون فيه عندي الأشكال المتشابهة طيب نروح على جيب ألف فتحة نروح على جيب ألف فتحة شو جيب ألف فتحة جيب ألف فتحة يساوي المقابل المقابل على الوتر تمام ويساوي شو المقابل هو با فتحة با فتحة جيب فتحة على طيب با فتحة جيب فتحة على ألف فتحة با فتحة طيب هلأ أنا عشان أعرف باستخدام النسبة المثلثية إذا هذول المثلثين متشابهان أم لا بنعرف إنه إحنا إذا في التشابه من درس الماضي حكينا إنه إذا كان في نسب في تناسب بين أطلاع المثلث يعني بتكون نسبة ثابتة بين أطلاع المثلث بيكون الشكلين متشابهين طيب لو أخذنا لو أخذنا إحنا عشان نقدر نثبت هذا الموضوع لو المفروض عشان يكون المثلثين يضمون بيتشابهات لازم إذا قسمنا هذا الضلع على هذا الضلع يساوي هذا الضلع تقسيم هذا الضلع تمام في الحالة في الحالة هاي ممكن نحكي لك إنه إيش النسبة نسبة ثابتة طيب بدنا نأخذها باستخدام الجيب طيب إحنا هنا عنا جيب الزاوية إذن هنا لازم نوصل لعلاقة لازم نوصل لعلاقة شوية العلاقة أن يكون أن يكون ألف فتحة ألف فتحة با فتحة على ألف با يساوي با فتحة جيم فتحة على با جيم على با جيم إذا أقدر نوصل لهاي بيكون النسبة بين هذور الضلعين متسويات فبكون في عندي إيش تشابه طيب نشوف هاي هسا جيب الألف جيب الألف جيب الألف يساوي نص ليش يساوي نص ليش يساوي نص لأنه الزاوي ألف يساوي ثلاثين هسا جيب الثلاثين يساوي نص طيب هسا بعرف أنه أنا جيب الألف من فوق يساوي با جيم با جيم على ألف با تمام طيب إذن هون بقدر أحكي لك أنه با جيم على ألف با يساوي نص طيب نروح لجيب ألف فتحة جيب جيب ألف فتحة جيب ألف فتحة شو يساوي برضو يساوي نص ليش برضو يساوي نص لأنه برضو كمان زاوية ألف فتحة تساوي ثلاثين درجة تمام ببقى أنه جيب الثلاثين يساوي نص برضو كمان بقدر أحكي أنه أنا عندي با فتحة جيم فتحة على ألف فتحة با فتحة يساوي نص تمام كمان لاحظ هون عندي العلاقتين اللي احنا طلعنا فيهم وهي العلاقة وهي العلاقة با جيم على ألف با يساوي نص وبا فتحة جيم فتحة على ألف فتحة با فتحة يساوي نص يعني بقدر أحكي بقدر أحكي باختصار أنه با جيم با جيم على ألف با يساوي با فتحة جيم فتحة على ألف فتحة با فتحة تمام طيب نضرب ضرب تبادلي نضرب ضرب تبادلي نشوف شو بعطينا إذا ضرب ضرب تبادلي رح يصير في عندي رح يصير في عندي ألف با أو با جيم با جيم ضرب ألف فتحة با فتحة يساوي ألف با ضرب با فتحة جيم فتحة طيب خليني أنا أقسم الطرفين على با جيم أقسم الطرفين على با جيم وهون با جيم رح نختصر مع با جيم رح يصير عندنا هون إيش رح يصير في عنا ألف فتحة با فتحة يساوي ألف با ضرب با فتحة جيم فتحة على با جيم طيب بدي أضرب الطرفين بدي أضرب الطرفين في واحد على ألف با وهون رح رح أختصر ألف با مع ألف با وهون بدي أضرب برضو الطرف الثاني في واحد على ألف با تمام شو رح يوصل لعنا هون رح يصير لعنا بالمحصلة ألف فتحة با فتحة على ألف با يساوي با فتحة جيم فتحة على با جيم إذن هنا بالنسبة لجيم الزاوية نسبة تضلع ألف فتحة با فتحة على ألف با هي نفس هالنسبة هي نفس هالنسبة من با فتحة جيم فتحة على با جيم تمام طيب نأخذ بنفس الطريقة بنفس الطريقة نأخذ هلا نأخذ الزاوية اللي هي با نأخذ الجيب تبع الزاوية با جيب الزاوية با جيب الزاوية با يساوي يساوي برضو المقابل المقابل على الوتر تمام طيب بالنسبة لي جيب البا المقابل اللي هو ألف جيم على الوتر اللي هو ألف با طيب المفروض 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 ألف جيم فتحة على ألف جيم تساوي تساوي ألف فتحة با فتحة على ألف با طيب لجيب الزاوية با جيب الزاوية با قدش الزاوية با عندي الزاوية ستين الزاوية ستين إذن هنا جيب جيب البا يساوي جيب الستين ويساوي جذر الثلاث على اثنين تمام في المقابل برضو كمان الزاوية الزاوية جيب با فتحة برضو جيب الستين جيب الستين ويساوي جذر الثلاث على اثنين طيب معناته معناته بقدر هون أحكي إنه ألف فتحة جيم فتحة على ألف فتحة با فتحة يساوي يساوي ألف جيم على ألف با طيب زي ما سوينا قبل شوي بضرب ضرب تبادلي تمام سيصير في عندك هنا ألف فتحة جيم فتحة ضرب ألف با يساوي ألف فتحة با فتحة ضرب ألف جيم طيب بدي أسويها أنا مرة واحدة هون رح أقسم الطرفين على ألف على ألف فتحة جيم فتحة ضرب ألف فتحة با فتحة طرف الثاني قسمه على ألف فتحة جيم فتحة ضرب ألف فتحة با فتحة بلاحظ أنه هون رح أختصر اللي هو هاي مع هاي رح أختصر هاي مع هاي شو بطلع معنا بطلع معنا ألف ألف با على ألف فتحة با فتحة يساوي يساوي اللي هو ألف جيم على ألف فتحة جيم فتحة طيب مدام هذول إذا قسمناهم على بعض يتساوي معناته إيش برضو كمان في تناسب بنسبة للزاوية با با باستخدام الجيم إذن هون نقدر نحكي أنه في هذول الزاويتين أخذنا المقابل والمجاور أخذنا المقابل المقابل والوتر عفوا فإحنا بنكون في المثلث عنا هون ألف وفي عندي هون با وهم في جيم أول إشي أخذنا الجيب تبع الجيب الألف فحكينا عن الضلع حاد والوتر وأخذنا بعدها الزاوية با أخذنا الزاوية با بكون حكينا عن الضلع حاد والوتر فإحنا في المحصر حكينا عن كل الأضلع وما أنها كلها تساوت في النسب معناته نقدر نحكي أنه هذا المثلثين ما لهم متشابهين لأنه لهم نفس نسب الأضلع في تناسب بين الأضلع معناته المحصلة الكلية أنه دائما أي مثلثين أي مثلثين كان عندهم نفس الزاوية إذا كان في عندهم نفس الزاوية فبالضرورة أنه يكون المثلثين متشابهين فبالضرورة أنه يكون المثلثين متشابهين طيب نروح لهذا الحكي فهون عندي الحال الأولى اللي بتشابه فيها المثلثين إذا تطابقت زوايا هم المتناظرة يعني الزاوية المتناظرة في الشكلين إذا تشابهت إذا إذا تطابقت بيكون عندي المضلعين ما لهم متشابهين وإحنا هم في حالتنا اللي هو المثلث الآن طلع الشكل هذا عندي الشكل المجاور فاقاف يوازي صادعين فاقاف يوازي صادعين معناته هذا يوازي هذا يوازي هذا يتشابه المثلثات سين وصاد سين صادعين وسين فاقاف الأسباب التالية هل طلع أنت هون هذا الشكل هذا الشكل فيه متلثين فيه عندي هذا المثلث سأحط لك باللون الأحمر هذا المثلث موجود عندي تمام وفيه عندي أيضا مثلث اللي هو هذا فأنا عندي المثلثين هسا المثلثين هذول ما لهم عشان أنا أحكي لهم متشبهين طلع شو بدأ أساوي أول شي قياس الزاوية قياس الزاوية صاد سين عين صاد سين عين فأكون أنا أحكي عن الزاوية هاي ما لها تساوي قياس الزاوية فاسين قاف فاسين قاف لأنها زاوية مشتركة فهاي الزاوية مشتركة بين المثلث الأول ومثلث الثاني فهاي أول زاوية اشتركوا فيها وتساووا فيها فإذن هون فيه تطابق في الزاوية اللي هي الزاوية سين كياس الزاوية قاف قياس الزاوية قاف فاسين قاف فاسين اللي هي الزاوية هاي ما لها بيقولك تساوي قياس الزاوية عين صاد سين اللي هي هاي ليش لأن ليش خطين متوازيين عندي خطين متوازيين وهذول الزوائب يكون متسويات بالتناظر يكون متسويات بالتناظر طيب قياس الزاوية قياس الزاوية فاقف سين فاقف سين الي هاي الزاوية مالها تساوي الزاوية صاد عين سين أيضا بالتناظر فصار في عندي أكم زاوية صارت عندي في زاوية مشتركة وفي صار عندي اللي هو الزاوية فا والزاوية صاد بالتناظر والزاوية قاف والزاوية عين بالتناظر فصار في عندي زاوية 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 ثلاثة زوايا متطابقة مدام الطابقوا فأكيد المثلثان مالهم متشابهان لذلك نستطيع القول أن المثلث سي صادعين يشابه هذه الإشارة معها تشابه المثلث سي صادعين يشابه المثلث سينفاق المثلث سي صادعين يشابه المثلث سي صادعين يشابه المثلث سينفاق جيم ألف با يوازي سين صاد بحيث با جيم سا سانتي ألف جيم يساوي عشر ونصف سانتي سين جيم يساوي سبعة ألف با يساوي أربعة ونصف نحن خلينا نرسل أحسن أساس تكون الأمور واضحة تكون الأمور واضحة طيب هذه المثلث تمام طيب هذا المثلث اسمه ألف با جيم اسمه ألف با جيم هاي ألف با جيم تمام أسا في عندك بحكيه لك صاد نقطة على با جيم وسين نقطة على ألف جيم نحط هون نقطة هاي هون عندي نقطة وهاي عندي هون نقطة أسا هاي ذا النقطة اسمها صاد تمام وهذا النقطة اسمها سين طيب أسا صاد تقع على با جيم وسين تقع على ألف جيم ألف با يوازي سين صاد ألف با يوازي سين صاد إذن هون أنا في عندي مستقيم بين بين السين وصاد تمام والميز فيه انه هذا المستقيم ما له يوازي هذا المستقيم هذوله متوازيان طيب بحيث انه با جيم با جيم اللي هو هاي المسافة با جيم هذه كلها بسعة سانتي بسعة سانتي طيب شو كمان عندي ألف جيم ألف جيم كلها عشرة سانتي هذه المسافة هذه عشرة ونص سانتي عشرة ونص سانتي طيب طيب وعندك سين جيم سين جيم اللي هي هاي سين جيم قديش المسافة هنحطها الهون باللون الاخضر سين جيم اللي هي هاي سبعة سانتي هاي هذه مسافة سبعة سانتي ألف با أربعة ونص ألف با هاي أربعة ونص سانتي طيب صاد جيم صاد جيم اللي هي هاي المسافة هاي المسافة ما قديش؟ ستة سانتي ستة سانتي طيب بسا الفرح الأول بيقول لك بيّن أن المثلث بيّن أن المثلث ألف با جيم يشابه المثلث سين صاد جيم يعني أنا بدي أشتغل على هذا المثلث هذا المثلث ألف با جيم بدي أشتغل على هذا المثلث كمان تمام؟ فعندك أنت المثلثين هذولا بدي أثبت أنهم منهم متشابهين الآن نفس السؤال حلينا قبل شوي مما أنه في عندي هون قطعة اللي هي سين صاد توازي ألف با تمام؟ فأول شغلة أول شغلة هذا الزاوية هذا الزاوية الزاوية هذا الزاوية أي شبالها؟ مشتركة هذا الزاوية مشتركة بين المثلثين طيب وهناك الزاوية أي التساويه الأسبب وهناك خطين متوازين فأ Matsされ g وأيضا هناك الزاوية وهي وهو والداشة أيضا بالتناظر فصار في عندي زاوية مشتركة وفي عندي زاويتين بالتناظر فأكيد عندك انت المثلتين ما لهم متشابهة أسه بدي أعرف قديش طول سينصات بدي أعرف قديش طول سينصات كيف بدي أعرف؟ بدي أستغل موضوع تناسب بدي أستغل موضوع تناسب إيش؟ تناسب الأضلاع بما أنهم متشابهين وتشابه يعني بذلك بالضرورة أنه يكون في عندي تناسب الأضلاع لازم يكون عندك أنت النسبة بين كل ضلع في المثلث الصغير ومثلث الكبير لازم يكون كلهم نفس النسب الأضلاع المتناظرة يعني المفروض أنه أحكي له سبعة سبعة على عشرة ونص لأنه هذا الضلع يناظره هذا الضلع تمام؟ مفروض أنه يساوي مفروض أنه يساوي اللي هو هذا الضلع على هذا الضلع وهذا الضلع اللي هو ستة على تسعة طيب نشوف هذا الحكيه الآن سبعة على عشرة ونص الآن الحاسبة الآن الحاسبة وين ها وين ها وين ها وين ها الآن الحاسبة طيب هاي الآن الحاسبة طيب سبعة تقسيم عشرة ونص يساوي فاصل ستة 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 طيب ستة تقسيم تسعة يساوي بضو فاصل ستة 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 إذن عنا هون إحنا شايفين كيف موضوع التناسب فلازم لازم بالضرورة أنه يكون أنه يكون هذا الضلع متناسب مع أحد والنسبة بناتهم فاصل ستة 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 إذن خنقسم سين صاد مفروض يعني أنه مفروض أنه يكون عندي سين سين صاد المفروض يكون عندي سين صاد على ألف با يساوي باصل ستة باصل ستة 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 تمام ناتج تقسيم سين صاد على ألف با يساوي ستة ستة طيب ألف با معطينية ألف با معطينية اللي هو أربعة ونص فسين صاد سين صاد على أربعة ونص يساوي باصل ستة 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 نكفي طيب إذا نطلع قيمة صاد بنا نضرب ضرب تبادلي بنا نضرب ضرب تبادلي إذن عندك هنا مفروض تطلع عندنا صاد سين صاد عفوا سين صاد سين صاد تساوي اللي هو أربعة ونص أربعة ونص ضرب اللي هو فاصل ستة 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 طيب نسخة نرجع لآل الحاسبة نرجع لآل الحاسبة أربع ونص أربع ونص ضرب فاصل 666 يساوي إذن تقريبا تقريبا سين صاد تساوي 3 سانتي مام إذن هنا أثبتنا أن الشكل المثلثين متشابهان وقدرنا نطلع قديش طلسين صاد باستهدام خاصية تناسب الأضلع نروح للموضوع اللي بعديه يعني مثال مثال صفحة 123 مثال 8 5 مثال 8 5 مثال 8 5 بيقولك في عندي أنا بالشكل هون اعتمد في الشكل 8 8 في تحديد الزوايا المتساوية القياس في كل من المثلثين طيب بدنا نعرف كيف نحدد الزوايا المتساوية بدنا نعرف كيف نحدد الزوايا المتساوية طيب بدنا نشوف النسبة النسبة بين الأضلع بالنسبة لهذا السؤال بتلاحظ إنه لو جينا تطلعنا على هذا السؤال الآن الوتر الوتر موجود عندي في هذا المثلث اللي هو أطول ضلع هذا هو الوتر طيب وهذا عندي هون الوتر في المثلث الثاني إذا قسمنا عشرة على خمسة تمام يساوي اثنين عشرة على خمسة يساوي اثنين إذن بد يكون الضعف فأكيد فأكيد عندي أنا الأضلاع المتناظرة بدت تكون ضعف بعض أضلاع المتناظرة بدت تكون ضعف بعض فعندك هذا الضلع هنهط إحنا بلال أصفر هذا الضلع يناظر هذا الضلع طيب الثلاثة مين ضعفها ضعفها الستة فإذن هذا الضلع يناظر هذا الضلع تمام ومين عندي كمان عندي الأربعة الأربعة يناظر اللي هو الثمانية تمام فأنا عندي هؤلاء نسبتهم اثنين 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 فأنا المفروض أنه عندي هذه الزاوية تناظر هذه الزاوية لأنه ناظر قوائم مباشرة المفروض إذا نضع المثلثين المتشابهين وقدرنا نحدد الزوايا المتساوية في القياس طيب نروح على تدريب ثمانية أربعة تدريب ثمانية أربعة شوف بيحكي لك تدريب ثمانية أربعة بيقول لك في عندي هون بالشكل في عندي في الشكل هنا ثمانية تسعة طبعا هذا تدريب موجود صفحة مية أربعة وعشرين هل المثلث لا مواوعين يشابه المثلث هانون ميم طيب شو بتلاحظ عن المثلثين المثلث الأول المثلث الأول وهذا المثلث ماله متطابق الأضلاع وهذا المثلث متطابق الأضلاع هذه الملاحظة الأولى طيب حكي المثلثات المطابقة الأضلاع دايما زواياها شمالها متساوية طيب المثلثات المطابقة الأضلاع متساوية الزوايا فمعناته كل زاوية كل زاوية ستين كل زاوية هون ستين وأيضا هون ستين 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 طيب إحنا إذا طابقت الزوايا في مثلثين فأكيد بيكون المثلثين معهم متشابهات هنا إذا بدت تكون الإجابة بدت تكون الإجابة المثلث المثلث لام واو عين متطابق متطابق الأضلاع متطابق الأضلاع إذا كل زاوية كل زاوية تساوي ستين درجة طيب عندك المثلث ها نون ميم أيضا متطابق متطابق شوية اليوم بعاني مع الغلم طيب متطابق متطابق الأضلاع تمام إذا كل زاوية كل زاوية تساوي ستين درجة طيب معناته تطابق 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 الزواية 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 في المثلثين يتضمن أنه المثلث المثلث لام واو عين يشابه يشابه المثلث ها نون ميم طيب 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 إذن عندنا الحالة الأولى إذا طابقت الزواية الحالة الثانية إذا حالة الثانية إذا تشابهت حالة الأطوال أضلاعهم المتناظرة الحالة الأولى حكينا عنها أنه إذا طابقت الزواية طابق الزواية يوجد أن تشابه إذا كان أنا الأطوال أطوال أضلاع متناسبة أيضاً بيكون احنا في حالة تشابه الحالة الثالثة اللي هي بيقولك يتشابه مثلثان اذا تناسب طول ضلعين في احدهما مع طولي ضلعين المناظرين لهما في الاخر وكانت الزاوية المحصورة بينهما بين الزاوية بين الزلعين المثلثة اول تطابق الزاوية طيب هذا شو يعني حكي نرجع هون نرجع هون شوي طيب فاذا هنا الحالة الثالثة بيقولك يتشابه يتشابه المثلثان اذا تناسب طولي ضلعين في احدهما مع طولي ضلعين مناظرين لهما في الاخر وكانت الزاوية المحصورة بين الزلعين في المثلث الاول تطابق الزاوية المناظرة لها في المثلث الثاني طيب اطلع لي هون على المثلث المثلثين هون اللي هم الف با جيم ودالها واو قائم الزاوية في با وها طيب هسا عندك هون بيحكي لك الف الف جيم الف جيم هذا الضلع يناظر لهو دال واو يناظر دال واو والف با الف با يناظر دالها تمام طيب هسا عندي هون بيحكي لك اذا تناسب طول ضلعين هسا عندي ستة تناسب مع الثلاثة بنسبة ايش بنسبة اثنين وعندك الف جيم يتناسب مع دال واو بنسبة اثنين اذا هؤلاء ضلعين متناسبين بنسبة اثنين الزاوية المحصورة الزاوية المحصورة الزاوية المحصورة طلع الزاوية المحصورة الزاوية المحصورة هون خمس واربعين درجة الزاوية هون محصورة خمس واربعين درجة اذا هون اذا بمحكي نقدر نحكي ان هون في عندي تشاوه السبب انه انا في عندي ضلع زاوية ضلع اتناسب لما احكي لك ضلع زاوي ضلع معناته بحكي عن زاوي محصورة بين ضلعين فعندي هنا الضلع اللي هو با ألف الزاوي المحصورة بينها وبين ألف جيم اللي هي زاوي 45 بس با ألف اتناسب مع دال دال واو ضلع اتناسب مع بعض وعندي الوتر اتناسب مع الوتر والزاوية المحصورة بينهم يتطابقوا فلذلك في الحالة هاي برضو بتقدر تحكي انهم الشكلين مالهم متشابهين او المثلاثين عندي متشابهين طيب في عندي اللي هون تدريب اخر تدريب اللي هو تدريب ثمانية خمسة تدريب ثمانية خمسة تدريب ثمانية خمسة بحكيه لك في الشكل المجاور طيب انا في عندي هون متلث عندي هون متلث هل نرجع نرسمه او خلينا نكبر هاد طيب حسا في المثلث هاد شو بقول لك بقول لك انه التدريب هاد بمناسبة صفحة يو خمسة وعشرين في الشكل اللي هو المجاور ها زين ها زين ها زين انه هاي المسافة كلها هاي تمانين سانتي تمام طيب وزين واو زين واو ها زين واو ثلاثة سانتي طيب احسب طول ها واو هاي بدي احطهم باللون الاحمر احنا منعرفهم ها واو بدي يعرف قديش ها واو هاي و بدي يعرف قديش طول سين صاد هاي تمام طيب اول اشي عنا سين اول اشي عنا هون سين ملاحظين انه هادي المسافة هادي المسافة تساوي هادي المسافة معطي كياه بشكل هادي معناتها انه هاي منظور القطعتين وتسويات فاكيد هادي برضو ثلاثة سانتي فاكيد هادي المسافة كلها قديش ست سانتي ها اخلصنا من هادي طيب سأظل اعرف قديش هادي المسافة هي سين صاد طيب كيف بدنا نعرف المعلومة الثانية المعلومة الثانية انه هاي برضو كمان تساوي هاي بسو مش حكيلي حكيلي انه هاي كلها 8 فاعكيد هادي اربعة وهادي اربعة إðÈÈN إظافי عندي هون صار في عندي هون زاوي مُشتركة في عندي هون زاوي مشتركة الزاوي ها طيب اُّعندي هون في عندي هون مثلاثينإذا ملاحظين هذا المثلث تمام وفي عندي هذا المثلث طيب هسا بدنا نشوف هل أنا هسا في عندي زاوية محصورة مشتركة تمام فأكيد رح تكون نفس الزاوية بدنا نشوف هسا في تناسب بين آه بدنا نشوف في تناسب بين هذا الضلع وهذا الضلع له هذا الضلع وهذا الضلع وفي تناسب بين هذا الضلع وهذا الضلع طيب الضلع اللي هو هاواو هاواو يساوي 6 سانتي هاواو يساوي 6 سانتي طيب ها سين ها سين يساوي قديش 3 سانتي طيب هسا في المقابل المقابل ها زين يساوي 8 سانتي وها صاد يساوي 4 سانتي طيب هسا اذا قسمت الستة على الثلاثة هل تعطيني نفس النسبة 8 على 4 6 على 3 2 و 4 8 2 اذا متناسبات تمام اذا يتشابه ليش عندي ضلع عندي ضلع مع ضلع مع زاوية اتناسب مع ضلع ضلع وزاوية مشتركة بيناتهم اذا صار في عنده هون زاوية محصورة بين ضلعين متناسبين في المثلثين تمام اذا انا هسا اضل الخطوة الاخيرة بدي عارف قديش طول سين صاد بما انهم متشابهين بما انهم متشابهين اذا خلاص مشكلتي محلولي انا هسا نسبة كل ضلع الى ضلع هي اتنين فالمفروض نسبة واو زين مفروض واو زين على سين صاد تساوي قديش تساوي اثنين بس هو واو زين واو زين أعطاني اياها صح واو زين أعطاني اياها اللي هي قديش عشرة اللي هي قديش عشرة فهو انا عشرة عشرة على سين صاد يساوي اثنين بالضبط تبادل يبدأ تسير اثنين سين صاد تساوي عشرة تقسم الطرفين على اثنين اذا عندك سين صاد تساوي خمسة سنتي هيك بنكون احنا خلصنا موضوع تشابه المثلثات متأمل يكون الموضوع واضح درسها بساطة شديدة بدك ترجع الحالات التشابه وتركز عليها وتشوف انا كيف بدي اتعامل معها وبتقدر بكل بساطة تتعامل مع اي سؤال في موضوع التشابه اذا في عندي انا ثلاث حالات حكينا عنهم اليوم في التشابه اللي هو ان تتشابه معي او تتشابه تتطابق معي ثلاث زوايا المثلثين اثنين انه يكون عندي كل ضلع يناسب يناسب يعني الضلع المناظر له في كل المثلث يكونوا نفس النسبة الحالة الثالثة ان يكون فين الضلعين متناسبين في المثلثين والزاوية المحصورة بين هذور الضلعين تكون ايش متطابقة تكون الزاويتين متطابقات في هذور الثالث حالات تخليه مبالك عشان تكون عارف انه المثلث متشابهين مثلثين متشابهين او لا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر